بسم الله الرحمن الرحيم المكرمون أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة المشاركين والحضور الكريم المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل مكان أسعد الله صباحكم جميعاً بكل الخير في البداية وقبل أن أبدأ لا بد من كلمة طيبة في حق الشعب الفلسطيني فنحن نعلم ونشاهد بشكل يومي المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل القوى الطغيان والظلم ما يقع على الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحرير أرضه فمنذ 7 أكتوبر حرب أو معركة طوفان الأقصى التي انتصر فيها الشعب الفلسطيني بشكل دامغ وهزيمة منكرة للجيش الإسرائيلي الذي تصرف عليه مليارات من جيوب دافعي الضرائب الأمريكان والغربيين هذه الدولة المعتدية والتي ترتكب بشكل يومي على مدى أكثر من ثلاثين يوم وعلى مرأة من العالم وتلفزيونات العالم جرائم حرب واضحة جداً وقد أحسن ونشيد هنا ببيان وزارة الخارجية العمانية التي أشارت التي تندد بهذه الجرائم التي يقوم بها الإسرائيليون في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام ولكن دعونا نعرف أنه كما تعلمون يعني كمية القنابل التي ألقيت على غزة في خلال شهر أكثر من خمسة وعشرين ألف طن من القنابل يعني ما يعادل يقول لك حسب المحللين قم بلتين نوويتين من الألقيت على هيروشيما فحجم دمار مرعب وكبير ولكن دعونا نقول في النهاية ماذا سيكتب في كتب التاريخ عن 7 أكتوبر هو نصر وأول نصر مبين للمقاومة الفلسطينية على هذا الجيش الغاشم ماذا يفرق الفلسطينيين على الإسرائيليين أعتقد هنا في نقطة فاصلة لازم نركز عليها ونقولها هي الإرادة والإيمان بقوة الإرادة الفلسطينيين يعلمون أن هذه الأرض أرضهم ما عندهم مكان آخر يروحوا كفاية تهجيره إلى آخره والسيناريوهات تدميرية للشعب الفلسطيني الإرادة هي الأساس في تحقيق النصر الإسرائيليين في داخلهم يعرفوا أن هذه ليست أرضهم أساساً هم أوهموا بقبل الإعلام الصهيوني والإمبريالية العالمية تعالوا بنعطيك بيت مجاناً وبنعطيك وظيفة وبنعطيك شمس وبنعطيك بلد جميل وما في شعب ولكن هذه كذبة من أكاذيب الصهيونية العالمية العالم اليوم الرأي العام العالمي انقلب ضدهم وهناك التظاهرات والمسيرات في كل العالم من الأرجنتين إلى باريس إلى واشنطن دي سي إلى أمام البيت الأبيض في تغير كبير أمام هذه التضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطين فنقول المجد لفلسطين حرة أبي نعود الآن إلى موضوعنا في الصيرف الإسلامية ونبدأ الكلمة يطيب لي ابتداء أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب وأنتم تشرفون أعمال الدورة الحالية من هذا المؤتمر الصيرف الإسلامية والتمويل التنافسية وصناعة فرص الاستثمار هذه الجملة التي هي من خمس كلمات هي عنوان المرحلة القادمة التمويل والتنافسية وصناعة فرص الاستثمار هذا ما يحتاجه الاقتصاد العماني حسب رؤية عمان 2040 إذا كان عندنا تطوير لقطاع التمويل وبشكل واضح ومضاعف ونمو يستطيع هذا القطاع الخاص أن يلبي احتياجات المرحلة خلق وظائف تنوع الاقتصاد وغيرها فهذا العنوان في غاية الأهمية فهذا المؤتمر والذي استطاع ولله الحمد في فترة وزيزة أن يكون منصة واعدة للتباحث والتشاور أمام المهتمين حول المتغيرات الحالية والمستجدات التي تطرأ على قطاع الصيرفة الإسلامية باعتباره قطاعا متطورا يفرد على الجميع حث الخطى من أجل تعزيز التنافسيته ورفع مستوى إسهاماته في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد خصوصا بعدما تمكن من تقديم نفسه من خلال النتائج كأحد الأذرع الأصيلة في حفز جهود التنويع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار ما تسعى إليه قطط المستقبل نحو تحقيق تحولات جوهرية في النموذج الاقتصادي الوطني المرتكز في معظمه اليوم على الإيرادات النفطية عبر أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 والتي تتطلع للوصول إلى نمو اقتصادي مبني على الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير هذه أيضا من رؤية عمان لو ركزنا على هذه الجملة لوجدنا فيها خارط الطريق لما نريده للاقتصاد العماني ولبلادنا إذن هو نمو يركز على الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير هذه يجب أن نضعها ضمن أولوياتنا في كل أمورنا في القطاع التمويلي والمصرفي والقطاع المصرفي عموما والصيرفة الإسلامية في القلب منه من أهم قطاعات الأمان الاقتصادي لدوره الأساسي في حفظ التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي والنمو وصحيح أن القطاع المصرفي في بلادنا مثل كل من القطاعات الأخرى في السنوات الأخيرة تعرض لضغوطات نتيجة التحديات التي فرضتها بعض الظروف العالمية سواء على مستوى جائحة كورونا أو الاقتصاد عندما تراجعت أسعار النفط أو التحديات الجيوستراتيجية من حروب تدور رحاها من حولنا إلا أن القطاع ولله الحمد ووفق التصنيفات الاعتمانية العالمية بقي جيد الرسم له وهو ما يشكل سمام حماية للمنظومة الاقتصادية بشكل عام والسياق هنا يفرض على الأقل نظرة تحليلية للنتائج حتى نتكلم بالأرقام يعني ماذا كانت عندما نقارن ما بين الفين ثنين وعشرين والنصف الأول من هذا العام النتائج المرصودة بنهاية هذا الربع الثاني حيث ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة من ستة فاصل أربعة مليار ريال عماني نهاية العام الماضي إلى سبع مليارات ريال بنهاية يوليو الفين وثلاثة وعشرين وهذه السبعة مليارات تعادل أكثر من سباة عشر في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالكامل في السلطنة أما رصيد التمويل فارتفع من خمسة فاصل أربعة مليار بنهاية الفين واثنين وعشرين إلى حوالي خمسة فاصل ثمانية مليار ريال عماني وأيضا ارتفع إجمالي الودائع من أربعة فاصل ثمانية مليار ريال عماني بنهاية الفين ليصل لدى البنوك والنوافذ الإسلامية إلى نحو 5.3 مليار ريال بنهاية 2023 أي بزيادة قدرها 12.9% وكلها مؤشرات كما ترون تعكس مستوى جيدا ومستقرا لأداء هذا القطاع الواعد لكن علينا أيضا ما فقط نرصد الإيجابيات نعلم بأننا نحلل الواقع نتيجة لطموحنا الكبير للقطاع المصرفي بشكل عام فهناك مجموعة أيضا من التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع وهذا ما يجعل للنقاش اليوم ثمارا نبني عليها في رحلة التحول نحو أداء أفضل فخلال تقريبا عشر سنوات منذ انطلاق خدمات الصيرف الإسلامية في بلادنا ومع هذا الكم من التطورات المعززة للمركز المالي للبنوك الإسلامية المحلية ودعم قدرتها التنافسية يحق لنا أن نتساءل متى ستخرج المؤسسات المالية العامة بقطاع الصيرف الإسلامية سواء كانت بنوك أو نوافذ أو شركات تأمين تكافلي عن إطار الحدود التقليدية لمساهمتها في تلبية متطلبات النشاط الاستهلاكي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة وهذا يفرض على البنوك والنوافذ الإسلامية أن تبحث عن حلول ابتكارية قابلة للتطبيق من أجل طرح منتجات استثمارية جديدة للقطاعين العام والخاص فإذا أهم تحدي يواجهنا في المرحلة القادمة كيف نستطيع أن نقيب منتجات جديدة تتواكب مع المرحلة ندرس السوق ندرس إشريد أصحاب الأعمال الخطط رؤية عمان وبالتالي نستطيع دائما أن نطرح منتجات استثمارية جديدة وإيجاد بدائل تمويلية واستثمارية تواكب العصر وتلبي توقعات المستثمرين والشركات والقطاع الخاص بشكل عام كما يتعين على مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي طرح أدوات متطورة لإدارة السيولة في السوق إذ ما زالت هناك إشكاليات في إدارة السيولة في ظل شح أدوات السيولة الموجودة في القطاع المصرفي الإسلامي وذلك نتيجة لعدم وجود أدوات تمويل قصيرة الأجل لاستثمار السيولة بالتأكيد هناك بعض الأدوات قصيرة الأجل مثل عقود المرابحة لكننا نفتقر بشدة لسوق خاصة بالأدوات القصيرة الأجل في عمان على غرار أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي العماني باستمرار معالي الدكتور رعي المؤتمر الحضور الكريم إن من أبرز التطورات التي شهدها قطاع الصيرف الإسلامي في السلطنة الإندماج أو الاستحواذ الذي تم بين بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي في العام 2020 بهدف تأسيس كيان مصرفي ضخم بذراعين مستقلين وكان هذا الاندماج هو الأول من نوعه في القطاع وإن كنا لن نطرح الآن فكرة الاندماجات لكن سوق القطاع ما زالت محدودة نوعا ما لكن دعونا نفكر كيف نعمل شراكات أقوى يمكن هذه هي الفكرة الرئيسية كيف تكون مصارفنا سواء كانت إسلامية أو التجارية لها قدرات أكبر في خدمة الاقتصاد العماني نقطة أخرى أو التسليط الضوء عليها تتعلق بالتمويل الإسلامي والذي تؤكد الأرقام والإحصاءات أنه مستقر وقادر على تعزيز النمو وخلق فرص طويلة الأجل وتحفيز الإدخار وتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشروعات فقبل حوالي سنة من الآن طرح البنك المركزي العماني أداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية في إدارتها الفاعلة للسيولة المتوافقة مع الشريعة لضخ السيولة للقطاع المصرفي وامتصاص فائض السيولة من القطاع لضمان أنها تصل إلى استثمارات وتقوية الاقتصاد ولكن يظل السؤال الملحة للأسباب وراء ضعف تفعيل العديد من الأدوات المتوافقة مع الشريعة بصورة تخدم التجربة في السلطنة وما هو المستوى الجهود التي تبذل لربط المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة بمتطلبات التنمية والمرحلة القادمة ومن هنا يأتي في رأي دور الهيئات الشرعية في تطوير عقود هذه المنتجات لتسهم في تنويع مصادر السيولة والعوائد والفرص مع توفير خيارات أكثر للبنوك والمتعاملين على حد سواء وآخر ما أود التطرق إليه هنا الابتكار والتكنولوجيا المعروفة باسم فينتك باعتبار رهما أهم النقاط التي تتطلب مزيدا من التعمق والنقاشات والبحث لضمان التطبيق بشكل متكامل فاستذمار الذكاء الاصطناعي والأتمة الذكية والمدفوعات الرقمية ونظام التشفير البيئي والأمن السبراني سيسهم كل ذلك وبشكل فعال في تحقيق تنمية مستدامة للصناعة المالية الإسلامية من خلال الحلول المبتكرة كما سيسهم في تقليل مخاطر التمويل ولكن علينا أن نجدد تساؤلنا ونصارح أنفسنا بالإجابة عنها ما هي التحديات لتطبيق هذا النوع من التكنولوجيا في قطاع الصيرفة الإسلامية وهل الأمر يتعلق بالعوامل الثقافية والسلوكية أم بصعوبة التأقلم مع هذه التكنولوجيا والتحكم فيها والفضاء السبراني والتحديات الأمنية الرقمية كلها تحديات حقيقية تحتاج منكم تحليلا صادقا لتكوين آلية عمل منطقية للتعاطي معها إن الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى نظام مالي مستدام في السلطنة تتطلب إذن تجاوز الحلول التقليدية وتمكين الابتكار في التفكير من أجل تمكين الابتكار في نوعية وطريقة تنفيذ الحلول وعلى المعنيين والفاعلين بالقطاع المصرفي بعمومه حث الخطى من أجل نظام مالي مواكب للتطورات وملب للتطلعات مخاطره قليلة وقدرته عالية على إيجاد مسارات نمو جديدة وبناء كفاءات تشغيلية وطنية بامتياز تتضمن تنافسية حقيقية للقطاع وفي الأخير لا ينبغي إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية على رعايته الكريمة أعمال هذا المؤتمر والشكر موصول إلى كافة المشاركين والحضور ممن لبوا الدعوة بالحضور والمشاركة والدعم والشكر أيضاً للبنك المركزي العماني الشريك الاستراتيجي وكافة الرعاة والداعمين وللمتابعين في كل مكان مع تمنياتنا بالاتفاق على نقاط عملية تراعي الواقعية في التنفيذ على أرض الواقع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة